بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد الأحباب نأخذ معاً حرف الحاء الحاء في البداية ثم في الوسط ثم متصلة في النهاية ثم منفصلة في النهاية حرف الحاء مثل الخاء ومثل الجيم يكتب هكذا من النهاية ونصعد للأمام ثم نعود للخلف ونلفه هكذا حصان يبدأ بحرف الحاء ألاحظ الصور وأتحدث هذه الكلمات سوف نأخذها هنا بالتفصيل هنا كما نرى حمل الحكم القرة ودخل الملعب وبدأت المباراة إذا وقفت على التالي المربوطة انتقى ها حسام يحرس المرمى وحامد ركل الكرة وفواز لاحق بها لاحق بها وسجل هدفا فرح الفريق بالفوز حمل الحكم القرة ودخل الملعب وبدأت المباراة حسام يحرس المرمى وحامد ركل الكرة وحامد ركل الكرة وفواز لاحق بها وسجل هدفا فرح الفريق بالفوز نلاحظ أن حرف الحاء لونه أحمر حمل الحكم القرة ودخل الملعب وبدأت المباراة حسام يحرس المرمى وحامد ركل الكرة وفواز لاحق بها وسجل هدفا فرح الفريق بالفوز أقرأ حامد يحرس لاحق فرحة حامد يحرس لاحق فرحة حامد يحرس لاحق فرحة الحاء لونه أحمر أقرأ الكلمات ثم أجرد الحرب حكم الحاء علي فتح حاء لاحق الحاء تحتها كسرح يسام الحاء علي ضم حو حكم الحاء علي فتح حا لاحق الحاء تحتها كسرح يسام الحاء علي ضم حو حكم الحاء علي فتح حا لحقة الحا تحتها كسرحي حسان الحا عليها ضمحو مميز بين الصوت القصير والصوت التوسط القصير حرك طويل حركتين حاحوحي 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 نلاحظوا الحرفة وأكتبه كما تحدثنا من قبل كيف نكتب حرف الحا نبدأ من هنا ثم نصعد إلى أعلى ثم ننزل ونحن عائدون ننزل مرة أخرى ونمشي على السطر هكذا نبدأ من هنا نحمل كرسي ثم نأتي من النهاية ونصعد إلى أعلى وعند العودة ننزل إلى أسفل وهكذا نصنع لها كرسي ثم نصعد بها إلى الأعلى ثم ننزل بها إلى الأسفل وهكذا يكتب حرف الحا طبعا مش عارفة حكم في الماوس لكن هو يكتب هكذا أقرأ ثم أكمل الحرفة النقص حملة، لحقة، مسبح، فرح نكتب هذا الحرف رأي أحمد حملة، لحقة، مسبح، فرح حملة، لحقة، مسبح، فرح بالنهاية، ثمPن C نحن نلقع من الزورة vedere مواسب وراي أحمد الجدول ببقية الكلمات أرسموا على ما تصح فوق الكلمة التي تنتهي بحرف الحق هنا فلاح تنتهي بالحق نجاح تنتهي بالحق مفتاح تنتهي بالحق مسبح تنتهي بالحق أما لم فلا تنتهي يقول لي أكتب حرف الحق نكتبه حتى يقرأ أحمد وصارى هذه الكلمات مرة أخرى لنتعرف عليها فلاح نجاح أحلام مفتاح مسبح صارى فلاح نجاح أحلام مفتاح مسبح أقرأ الكلمات الأتيئة أكبرك حسام حملة حارس حامد لحقة فريها حكم حسام حملة حارس حامد لحقة فريها أقرأ الكلمة وأكتب المقطع الساكن فسحة 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 أحرص أحرص مصفوفة مصفوفة سأكتب المقطع الساكن أحمد أقرأ فسحة أحرص مصفوفة فسحة فسحة أحرص مصفوفة الآن سنكتب المقطع الساكن فس أحرص مصف اقرأ المقطع الساكن الأول يا أحمد فس فس أح مصف سارة فس أح مصف هذا هو المقطع الساكن الساكن اسرائي هذا ليس عليه التقييم ولكن نتعلم منه الكراء حضيقة الحيوان ذهبت حنان مع فريق المدرسة في رحلة إلى حضيقة الحيوان وهناك شاهدة الحمار الوحشي ووحيد القرن والتمساح وهو يسبع في البحيرة في البحيرة والحصان وهو يأكل من الحشيش ثم طلبت من معلمتها أن ترتب حصانا هي ورفيقاتها حديقة الحيوان ذهبت حنان مع فريق المدرسة في رحلة إلى حديقة الحيوان وهناك شاهدة الحمار الوحشي ووحيد القرن والتمساح وهو يسبع في البحيرة والحصان وهو يأكل من الحشائش ثم طلبت من معلمتها أن تركب حصانا هي ورفيقاتها أتخيل أنني قمت برحلة مع أسرتي إلى حضيقة الحيوان وأصف مشاهداتي ماذا ستشاهدين في حضيقة الحيوان يا سارة؟ سأشاهد النمر والأسد والقردة وأنت يا أحمد الذئبة والتعلبة بارك الله فيكم هكذا نقول قد امتعينا من هذا الدرس لا تنسوا اللايك والاشتراك والدعاء لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته